إذا ابتلي صبر الناس عند المصيبة ينقسم إلى أربعة أقسام الأول متسخط والتسخط كبير وقد يصل إلى الشركة الأسر والأسر قد يوصل إلى الأكبر يتسخط بماذا؟ بماذا؟ بقلبه أف بلسانه يلهوي يسب يشتم يلعن بجوارح يكسر نعم يفحط مثلا بالسيارة هذا تسخط كبيرا من كبائر الذنوب الثاني من أنواع الناس عند المصيبة الصبر حكم الصبر واجب بإجماع الأمة والصبر مثل اسمه مر مذاقته ولكن عواقبه أحلى من العسل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وبشر الصابرين وما يلقاها إلا الذين صبروا وما لقاها إلا ذو حظ عظيم يصبر بقلبه المصيبة مرة يتصبر مثل الذي يشرب الدواء طعم مر رائحة كريهة يتصبر لما يترتب عليه من شفاء الثالث من أقسام الناس عند الابتلاء عند المصيبة راضي وحكم الرضا مستحب هذا لديها النعمة والنقمة مصيبة سواء لماذا؟ قلبه ميت لا قال لتمام رضاه بربه يعلم أن كل ما أصابه فهو من الله فيرضى ويسلم مستحب أعلى المراتب شاكر يعني عند المصيبة يشكر يشكر الله سبحانه وتعالى مثاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أراد أن يكتب رسالة لأمه من السجن تخيل أنك في السجن وأنت شيخ إسلام وظلمت وكذا إيش تكتب لها دمعتين وتقول يعني ظلمون وهؤلاء الحكام فيهم وفيهم وفيهم كتب في هذه الرسالة بعد البسمة أو الحمدل أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد فما زلنا في ازدياد وما زالت نعم الله تتوالى علينا نعمة بعد الأخرى وقد فتح الله علينا بفتوحات ولو لما تعلمي ما نحن فيه لأتينا إليك ولو على الطير وسلمي على القريب والبعيد والصغير والقبير هذا أين؟ يقول وهو مسجون إذن لو خرج إيش يقول وهو قال رحمه الله قال المسجون من سجن عن ربه المسجون من سجن عن ربه أراد أن يكتب رسالة لإخواني يعني لطلابي من السجن فكتب في أول الرسالة وأما بنعمة ربك فحدث